حزب انصاف بقيادة عمران خان يعود مجددا من بوابة الانتخابات الفرعية في اقليم البنجاب التي تمكن من خلالها الحزب من زيادة عدد نوابه في البرلمان إلى 178 مقعدا عدد يخوله تأليف الحكومة في اقليم بنجاب إذا تمكن من التحالف مع أحزاب أخرى ولا سيما حزب الرابطة الإسلامية جناح قاد عظم الذي يترأسه تشودري إلهي إن الوضع بعد فوز عمران خان في الانتخابات يفرض على الأحزاب السياسية أن تجري مباحثات ومفاوضات مع خان حول الوضع السياسي وإلا فإن أمر الانتخابات قد يسبب المزيد من التوتر السياسي والتعقيد على الصعيد الداخلي يطالب عمران خان بتغيير كامل في منظومة لجنة الانتخابات حيث يرى أنه لا بد من السماح بتصويت المغتربين البكستانيين عبر اقتراع إلكتروني كما يطالب بتغيير رئيس لجنة الانتخابات وإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للجنة وهو ما ترفضه المحكمة العليا الدستورية حتى الآن لقد قلت للقوى السياسية وأكرر ما قلته سابقا لا مفر من إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وإلا فإن الوضع المعاشي والسياسي سيتدهور بشكل كبير لا مفر من ذلك الأزمة السياسية في بكستان لطالما كان لها أثرها السلبي على اقتصاد البلاد فالروبية البكستانية شهدت خسارة جديدة لقيمتها أمام الدولار الأمريكي كما لا يزال كثير من المشاريع الاقتصادية معطلا لما تشهد البلاد من أزمات وفي ظل غياب حلول سياسية ترضي القوى المختلفة وتتوافق مع قرارات المحكمة العليا يطالب حزب صاف بقادة عمان خان الفائز في الانتخابات الفرعية في البنجاب بإجراء انتخابات مبكرة وتغيير قوانين لجة الانتخابات ورئيسها مطالبات بحاجة إلى تعديلات تستورية يصب القيام بها في ظل استمرار التوتر السياسي في البلاد بكر يونس اسلام أباد الميدين